انتنا احنا لدينا سنان الاطفال بتبع افنعين سنان لبنية او اسنان دايما السنان اللبنية دي بتجدي اول سنة بتطلع في الفم عند الطفل او الطفلة من سنة ست شهور لحد سنة ونص اول لحد سنتين ومسلمة لحد التاسنين هذا السنان لبنية السنان الدايما تتسنن عندنا من سن ست سنين لحد تلاتاشر سنة طيب اول حاجة الطفل بيسننها الاسنان اللبانية الامامية معا كده الاسنان اللبانية اللي فوق نفس الكلام الدايما برضو عندك تطلع تطلع الداية اللي تحت واكد داية اللي فوق الدروس الخلفية دي بيتبدل الدروس الدايمة انسان لامن سنين لحد اتماشر سنة يعني لو عندي طفل عنده اربع سنون خمس سنين محتاج دروس اللبانية كلها انسحوا أقوى عنده د карт singles لو انا خلعته انا هدخلته كده في مصالة ان هو تسنينه للدايم مش عيبه كويس ليه تسنينه ده مش عيبه كويس السنان عندنا بتتحرك يعني الاسنان اللبنية او الدايمة اللي قبليه واللي بعديه هيقفل المسافة بتاعت الدرس اللبني اللي ادخلها وكده انا دخلته ان هو بقى احتياج تقنية يبقى كده الاجابة بتاعته ان احنا لو عندنا طفل ينفع الدرس بتاعه وانه يتعشي نعشي طب خلاص وصلنا بحالة ميوس لنا للطفل وان الطفل عنده الدرس ده محتياج خلاص انه هيدخلق وده عليك هنخلع بس بعد ما بنخلع بناخل حاجة اسمها حافز مسافة او سبيس من تيلم حافز المسافة ده او حافز المسافات ده ان انا بحفز المسافة بين الدرسين الدرس الاوليان الدرس اللبعدين مايحصل لهمش شرط انهم هيتحركوا على بعض فبكده انا بحفز المكان ده عشان الدرس الدايم وقتا ميجي يطلع بعد سنة بعد اثنين بعد اربع ايا كان يطلع يلاقي مكان. فيبقى احنا كده عرفنا تسنين الاطفال. وعرفنا مراحل التسنين. وعرفنا اللي جاء بتاعتنا لو عاي طفل عنده سنان مسويس. طب ايه بقى نقول الحشو اللي بتعمل? هل الحشو اللي بتعمل له زي حشو كبار? اكيد لأ طب. الاطفال بيكون لهم حشوات معينة جدا. اليوم بتعمل خاص خالص. عندهم حاجة اسمها الحشو العادي زي الكبار بس الحشو بتاعتهم بيكون مختلف. عندهم حاجة اسمها حشو معصر اطفال وبيتعمل له طربوش معدن بعدها. فكل الكلام ده ده تطبق اسمها الاطفال. وان انت بتحافزي لو انت خلعت وانت لحافز مسافة انت بتحافزي علشان ما تدخلوش في موطوع تقويم الاسمها.